أكو عبث في المنتخب الوطني أسماء ذاهبة أسماء تأتي شو من الموضوع كابتن؟ أول مرة المنتخب الوطني مر بهكذا مرحلة أول صحيح كابتن على تقريبا هاي السنة أو صال سنتين تشوف اللاعبين دائما يتغيرون يعني ما تشوف التشكيلة ثابتة أو 22 اللاعب مثلا يقولهم فتح 5 سنوات 6 سنوات متتالية بتعرفة اللاعبين العراقيين مستوهم مثابت خاصة عن الفتحة هنا راح تشيلك على جينة مثل جينة تقريبا احنا بقينا 14 سنة 15 سنة نفس الفريق يعني من 2003 إلى 2016 نفس التشكيلة تقريبا ممكن يتغير واحد اثنين أصابة شوية كبر راح تزل تشوف التشكيلة من اللاعبين سبع اللاعبين هم نفس اللاعبين تشوف الفريق يقدب صورة الفترة الأخيرة تشوف اللاعبين يعني يلعب لهم مبارتين أو ثلاث مباريات تشوفه مستوى عالي ورها تشوفه يروح يعني يختفي وين المشكلة؟ المشكلة؟ المشكلة باللاعبين باللاعبين؟ ايه باللاعبين مع العلم باللاعبين وبالمدربين يعني تشوف لاعب مثلا تشوف مثلا بناد الزورة أو بناد القوات الجوية تشوفه مستوى عالي مبارتين أو ثلاثة تدعي منتخب يجي المنتخب يلعب لهم مبارتين ممتاز ورها يختفي هاي ليش؟ مفروضا من المدرب ما يتابع اللاعب مباراة واحدة أو مبارتين ويدعي منتخب بطني هذا منتخب بطني صاركوا استسعار يراد فترة طويلة تشوفه مثل اللاعب مثل على الرحيمة كان يلاعب مع المتخب الوطني أو مع الناد القوة الجوية أو مع ناد الزورة شوفوه مثل فتة ستة شهر سبعة شهر أو موسم كامل يشوفونه مستوى ثابت هو نفسه على الرحيم بداية الموسم من نهاية الموسم لو مستوى متقطع مباراة جيد مباراة غير جيد فلذلك المدربين اللهم السبب هاي ليش داعب تشوف مثل مباراة جيد ثانيا بتطلع الدعوة منتخب تشوفها ضمن قائمة منتخب الوطني